وراء العبادي جل كالامي هي أسوأ حكومة في تاريخ البشرية مو العراق يعني كالامي شخصية شون فات وصار رئيس وزراء يعني معرف شون صار رئيس ومدير المخابرات بهاي العملية المعروفة اللي خدع بها العبادي حقيقة أو معرفة خافيز علمني أبو يسر وعينوه مدير المخابرات وبالتالي صار رئيس وزراء وكان هو أسوأ حاكم حكم العراق عادل عبد المهدي وصلنا له عادل عبد المهدي شخصية يعني رجل مثقف رجل إنسان طيب ومحترم ومراقي لكن عادل عبد المهدي يفتقد إلى أنه محيطة إذن الآن الأفضل هو السوداني يعني الأفضل فترة الآن أعتقد أني متحيز المؤلك على فكرة الفترة 2006 إلى 2010 حقا فترة الثانية أنا ما راضي عنها بصراحة السوداني يعني عنده نية أنه يسوي يعني حقا أنصافا إلى الرجل يعني ما بصنية ما ملموسة على الأرض الواقع لا ليش يعني سوى سوى اللي يقدر يسوي لكن أكو مشاكل يعني عدة مشاكل باعتباره ملتزم مع يعني مع كتلته كتلته طبعا مو كلها يعني ري نجح هاي قضية يعني قادة الإطار في هذه المرحلة الحكومة طبعا باقي إلى نهاية الانتخابات وكذلك نجد أنه رئاسة البرلمان أيضا باقية باعتبار أن الشيعة ميريدون رئيس مجلس النواب من السنة والسنة نفسه عندهم هاي المشكلة يعني ما يردون رئيس؟ طبعا يردون ناب رئيس يعني يمشي يعني وتشوفوا مصور بعدك على هذه الفكرة أنه المجلس سيبقى بدون رئيس يعني من الجلسة قبل شهر ثلاثة شهر قاعدينها بنفس المكان قلت لك قلت لك المجلس سيبقى رئيس مجلس النواب ونفسه يبقى النائب يعني يبقى يعني ورئيس الوزراء أيضا باقي عدة مشاكل مع كذا يعني بس العموم هي فترة هدوء بالنسبة للعراق ووضع العراق فترة سوداني فترة سكينة وهدوء بالنسبة لجميع الأطراف يعني مرض الغرب مرض الأمريكان من مفهول استغلادي فترة الهدوء للعمل يعني هو ده يسوي اللي يقدر عليه يعني اللي ده خلوه يسوي